في إطار الجهود المستمرة لإخراج ليبيا من حالة الفوضى والنعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عقد من الزمن أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل من ترابلس دعمه لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد لدبيبا وخلال لقاء جمعه بلدبيبا ضمن مباحثات جرت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المينيفي ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أكد ميشيل دعم عمليات المصالحة الوطنية وإعادة بناء ليبيا بشرط مغادرة المرتزق البلاد وعلينا عودة سفير الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الليبية في الأسبوع المقبلة واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الهجرة موضوع أساسي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا خاصة أن الأخيرة تعاد طريقا رئيسيا يمر عبره عشرات ألف المهاجرين القادمين من دور الإفريقية في رحلتهم نحو السواحل الإيطالية وفي السياق لا دبلوماسي أوروبي في بروكسل لأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا شرط مسبق لاستقرار ليبيا وسيادتها مضيفا أن زيارة ميشيل ستليها زيارة قادة أوروبيين آخرين قريبا وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد في البلاد حل حالة سياسية بعد سنوات من حالة عدم الاستقرار أعقابة إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011